حسم الضريبة على الإيم المضافة على عمليات البناء يلي بتنعمل مشان إشادة مبنى للعمل أو للإستثمار إلى شروط معينة مش كل المواد البناء يلي مندفع عليها TVA بعملية البناء منقدر نحن نسترد عليها TVA فيه قرار من وزارة المالية بتخصيص نوع معين من المواد ما منقدر نحسم عليها TVA ونوع تاني من المواد أو المعدات منقدر نحسم عليها الضريبة على الإيم المضافة أو TVA مثلا أعمال الحفر والردم، الأعمال الهندسية، أشغال البتون، أعمال الدهان وأعمال البلاط هؤلاء إشياء ما منقدر نحن نسترد عليهم تفئة بعملية البناء لأنه لما بدنا ننزعهم من محلهم أو بدنا نشيلهم أو نغيرهم محلهم رح يتضرروا بشكل كامل وبالتالي ما منقدر نحن نسترد تفئة على شغلة لما نسحبها من محلها بتتضرر وما بتعود بحلطها الطبيعية أما مثلا المصاعد، التدفئة والتبريد، أنظمة الإنارة، المولدات الكهربائية وشبكات الكمبيوتر كلها عمليات منقدر نسترد عليها تفئة ضمن عملية البناء وهي تنعد ضمن المعدات يلي مسموح نحسم الضريبة على الإيميل المضافة عليها